وتحية لجميع المتابعين الكارم صراحة اليوم العداء الإسرائيلي والصهيوني بدأ واضحا على المنطقة بصورة عامة لا سيما على مناطق خمسة وهي إن كانت فلسطين وإن كانت إيران وإن كانت الإعراق وإن كانت لبنان وإن كانت اليمن هذه العداء التي تشمل الخارطة الجديدة التي يعمل عليها النتنياهو والتي يسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع ويريدها دون صمت عربي ودون صمت إسلامي ودون حتى نظام عالمي هذا الذي يحاول أن يغير الخارطة الجديدة التي يعتقد أنها سوف تكتمل وسوف تتضح للعالم بصورة عامة وسوف يجري حسب ما يريده أو ما يجتهه هذا مخطط أن أعتبره خاطئ ليش؟ لأن النظام الإسلامي ونظام المقاومة خصوصا مبني على نظام ردة الفعل مثل ما تفضل جناب الأستاذ علي من ردة الفعل دائما نرى بأن المقاومين لا يبتدئون بالقتال أبدا بقدر ما أنه عندما يعتدى عليهم أو يعتدى على نظام من أنظمتهم الإسلامية أو بلادهم العربية أو الإسلامية تجد فصال المقاومة أو قوة المقاومة تجد لها دائما الرد المناسب والدليل عندنا بأن العراق لم يبتدئ بالقتال إلا بعد أن قام بقتل قادته وأيضا في إيران لم تغصف أو تضرب إسرائيل إلا بعد أن تعدت إسرائيل على منظومة إيرانية والكرامة الإيرانية والضيف الإيراني وكذلك على المقدسات بصورة عامة فلذلك أنا أعتبر هذا مخطط جديد يحاول الكيان الصهيوني أن يسحب المنطقة إلى كرة نارية كبيرة عندما تتدحرج سوف تحرق الأخضر